طريق المصنفين هذا هو كلام سيد سيستاني إذ طريق المصنفين إلى أرباب الكتب أو الأصول أو الروات معلومة معينة محدودة غالبا فلا تكون المرسلات حجة وهذا بخلاف التوثيقات الصادرة من علماء الرجال للروات فإن احتمال وصول وثاقة الرواة إلى الشيخ والنجاش وأمثالهما بنحو التواتر بلا مانا غريب هذا الكلام غريب هذا المنطق أقرب لكم أصورته تذهبون إلى كتاب الكافي الذي ألفه الكلين في عشرين سنة في بغداد في المدينة التي فيها رواة الحديث وأهم كتب الحديث أكثر من 250 مصدر استخرج منها أحاديث العترة وتلك الكتب ألفت في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأئمة صححوها وأجازوا للشيعة أن يأخذوا منها فاستخرج ما استخرج منها الشيخ الكليني بعض الروايات لم يذكر لها سندا أساسا الأسانيد ليست مهمة ولكن بعض الروايات لم يذكر لها سندا جيد فلنفترد هذه الروايات ضعفة لا بأس بذلك لا أريد أن أناقش هراء مراجعنا الذي يستند إلى قذارات النواصب في هذا العلم الذي أسميه أنا بعلم القنادر الذي هو علم الرجال في نظرهم لنفترد أن هذه الروايات ضعفة لأن الكليني ما ذكر لها سندا جيد هذا لكن على الأقل نحن نعرف من أن الكليني ليس كاذبا ومن أن الكليني نقل هذه الروايات من كتب كتبت في زمان الأئمة ولكن لنمشي مع هذا القول من أن هذه الروايات ما دامت من دون سند فهي ضعيفة كتب الرجال ولنفترض أن هذه الكتب ما حرفت ولنفترض أن هذه الكتب وصلتنا يدا بيت من المؤلفين إلى زماننا إذا ما قرأناها فإننا نجد أن النجاشي يقول فلان ثقة هذا الكلام من دون سند أنتم ماذا تقولون لنفترض أن كتاب النجاشي لم يزوّر ولم يحراف ووصلنا بشكل مباشر وأن النجاشي ما هو من أسفل السفلة في نظر أهل البيت رجل قديس النجاشي رجل قديس وليس من أسفل أسفل السفلة بحسب موازين العترة الطاهرة رجل قديس وكتابه لم يتعرض للتحريف وخبرته لا مثيل لها النجاشي مع أن القرائنة تشير إلى أن الرجل لا خبرة له ولا يفهم شيئا من كتابه وقد بينت ذلك وسأعود إلى كتابه إلى كتاب النجاشي مرة أخرى في برنامج الخاتمة كي أخرج كل عوراته وكل قباحاته وكل قذاراته التي دمرنا بها كبار مراجع الشيعة فأسسوا لنا دينا على هذا السفل على أساسه متبنيات هذا السفل وأمثاله من السفلة من سفلة الشيعة من علماء الرجال لنفترط أن النجاشي قديس وأن كتابه وصلنا يدا بيد لم يتعرض لتحريف وخبرته لا مثيل لها لكن هذه المعلومات من أين جاء بها لا يوجد سند في الكتاب لا يوجد سند للمعلومات التي طرحها في الكتاب لم يذكر لنا مصدرا لم يذكر لنا شخصا لم يذكر لنا جهتان وفيما بينه وبين الرواة قرون سنة 450 توفي النجاشي الرواة الذين عاشوا قبل أربعمائة سنة أو قبل ثلاثمائة سنة كيف استطاع أن يتواصل معهم أو أن يعرف حالهم وهو لا يملك مصادر وبعيد عنهم مئات من السنين فماذا فعل؟ جاءنا بهراء من القول سيستاني ماذا يقول؟ يقول كلام الرجاليين يمكن أن يكون متواترا وموثوقا وقطعيا يمكن أن يكون متواترا يعني قطعيا مئة بالمئة بينما تلكم الروايات لأنها من دون سنة لن تكون متواترة ما هو تلكم الروايات من دون سنة على الأقل نحن نعرف أن الكلين خبير بحديث أهل البيت على الأقل نحن نعرف أن الكلين جمع هذا الحديث من كتب حديث موجودة في ذلك الوقت على الأقل نحن نعرف أن الكلين لم يكن كذابا لم يكن مفتريا على أهل البيت ومع ذلك نحن سنقبل من أن الروايات المرسلة ضعيفة فكيف كان كلام النجاشي هذا السافل المنحط كيف كان كلامهم كلام هؤلاء السفل كان متواترا كلام ليس منطقيا ولذلك آصف محسني ماذا يقول ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء هذا الكلام سوى هذا السيد الجليل يشير إلى السيد السيستاني هو هكذا قال في الحاشية وهو العلامة الجليل السيد علي السيستاني طال عمره الذي هو اليوم أحد مراجع التقليد بعد وفاة السيد الخوئي رحمه الله ثم إني لقيته بعد 17 سنة آصف محسني يلتقي بسيد السيستاني ثم إني لقيته بعد 17 سنة من ذلك اللقاء من ذلك اللقاء سنة 1414 هجر قمري في النجف الأشرف فقلت له هل عندك شيء جديد في هذا المقام في هذا الموضوع فلم يكن عنده شيء غير ما قاله سابقا إلى أن يقول في صفحة 55 ورابعا إن إثبات تواتر نقل بدعوى بناء العقلاء على معاملة الحس مع الخبر المردد بين كونه حسيا أو حدسيا مقطوع الفساد عند العرف بل ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل المتصدي لحجية أقوال علماء الرجال إنه يتحدث عن السيد السستاني